يارا ايوه تفضل يا حبيبتي انا مسأل خير مسأل نور لو سمعت من الدوازي بعيني سنة ونص ايوه ويحالك بشكي من الدوازي بتشكي انه بيخونك يعني؟ اه طب انتي بتشكي فيه ليه؟ عشانه حصل موقف قبل كده وانه مدوزة وستمعت وهو بيتكلم واحدة لقيته بيتكلم واحدة طب واجهتي؟ اه قالك ايه؟ ما فيه شو قال لي يعني عادي هي ما تفريش معايا و ومن ساعتها حصل لواء الزبط بس انا يعني مثلا اللي فيه بقى مش عارفة غيره اه انتي برضو قلقنا يعني انتي من ساعة اللي حصل ده وانتي قلقنا اه انا عايزة اقولك على نصيحة مطلقة كده ليكي ولكل المتزوجات لو جالك لو اي واحدة متزوجة او مخطوبة جالها شك انه خطيبها او جوزها مش تمام يعني فيه حاجة مش مصبوطة لازم الاول تتأكد وتحط تسأل نفسها سؤال كده انا لو تأكدت ان جوزي بيخلني او خطيبي بيخلني هل انا جاهزة ان انا اخد موقف طيب انا لو دي اول اجابة انتي اللي هتجاوبيها طيب تاني تاني بقى سؤال تسأليه لنفسك انا لو اخدت موقف هل هو ده حل المشكلة يعني مشكلة تتحل خالص تمام ولا انا هفتح على نفسي باب المشاكل انا مش قده طيب هل انا سؤال نمرة ثلاثة اللي هسأله لنفسي برضو هل انا مقصرتش في اي حاجة خالص مع جوزي وانا عملت الكل اخدت بكل الاسباب وهو بس اللي عين وفرغة او ده طابعة في الرجالة او وتابر انتي هتقولي ايه لنفسك حسب المعطيات اللي انتي عايشها تفضلي تسألي نفسك وتجاوبي وكل اجابة هتطلع لك حل بشكل او باخر انا بنصح كل متزوجة قبل ما تواجه جوزها بالخيانة تحاول تعمل upgrade لسيستم حياتها ساعات الراجل ما بيبقاش قصده الخيانة ولا في دماغه الخيانة وبيحب بيته وبيحب امرأته وبيحب عياله لكن بيخرج عن الروتين بيخرج عن المألوف محتاج يفطفد مع حد من غير محد يحكمه او يجلده او يطلعه غلطان لان النفس البشرية في طبعتها راجل او ست يعني انا بشوف ان الاعتذار ده نبل وان الانسان اللي بيعترف بخطأ وده منتهى النبل يعني حاجة اكتر من يعني حاجة عالية جدا فاحنا كشاريين وكده عندنا حكاية الاعتذار او ان يقولك انا غلطان او كده او انا قصرت في حقك هي برضو حاجة صعبة شوية فانتي راجعي نفسك وصلحي حياتك وشوفي لو في حاجة وحاولي تحافظي عليه بطريقة غير مباشرة ان المواجهة المواجهة مش دايما بتكون صح ولا انك تنكدي عليه بقى وتبضلي ضربها رجوعه علينا وانتي بعد كده تلبسي غلط اكبر رجل شكاكة ونكادية وحسرانية حتخشي في قصة تانية خالص فان شاء الله يعني يا رب يكون كلامي فتح لك مجالات اكتر لحياة افضل يا رب يا دكتور مرسي يا يورا كمان معاناة صال من مريم يا مريم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي عايزة تركينا باية اتفضل